السؤال اللي دايما بنفكر فيه لما نكون موجودين هنا معاكم في برنامج التاسعة يا ترى الشارع المصري عايز يعرف ايه بالزبط الشارع المصري الان ما بقاش الشارع التقليدي الشارع المصري الان يمكن دخول الناس على السوشيال ميديا ومتابعة الناس للمؤتمرات اللي بتكون على ارض مصر وايضا الرأي والرأي الاخر اللي موجود في الشارع المصري بيخلي حصيلة المعلومات عند الناس كتيرة وكبيرة بس هل حصيلة المعلومات دي منضبطة؟ هل هي حصيلة مليئة بالمعلومات؟ هل حصيلة المعلومات دي بتبقى جاية من مصادر موثوق بيها؟ ليه بقول الكلام ده؟ لانه لما بيكون عندنا الحقيقة موضوعات هامة مؤتمر اقتصادي لمدة 3 ايام المؤتمر كان بينائش حل اقتصاد المصري ويمكن يعني كانت فرصة ان الحكومة قدمت لنا الاقتصاد المصري منذ سنوات يعني الحال كان عامل ازاي بخريطة وبوضع وايضا بامكانات وموارد مصر والدولة المصرية حتى هذه اللحظة وهذه الساعة كمان في المؤتمر كانت فيه فرصة ايضا انه يكون فيه اراء مختلفة كان فيه فرصة ان احنا نسمع صوت القطاع الخاص كان فيه فرصة نسمع ان الناس نفسها ان يكون فيه تحسين في اداء بعض الاماكن اللي بيتعاملوا معاها في الاستثمار ونفسها ان يكون فيه توصيات ونفسها ان يكون فيه اشياء اكثر خرجنا من هذا المؤتمر الحقيقة بحزمة وحماية اجتماعية لصالح المواطن المصري لانه طبعا هذا المؤتمر الاقتصادي هو مؤتمر على ارض مصر ولكنه ضمن اطار الازمة العالمية اللي بتواجه كل اقتصاديات العالم يعني يمكن المواطن البسيط ما عندوش من الوقت مش هيعد بقى يتابع الشأن الالماني او الشأن البريطاني او الفرنسي او ايا كان في العالم لكن هو في الاخر يقولك انا اللي يهمني لقمة عيشي طيب احنا ليه بنحاول في التسعة هنا بنهتم زيقب لقمة العيش اصلها لقمتنا كلنا لقمة المصريين هنقولها ازاي هنقسمها ازاي الظروف صعبة الظروف صعبة علينا كلنا ولكن هنعديها لو قعدنا بالصينة على تاريخ مصر ارجعوا كده بالزمن ارجعوا بالصور ارجعوا بكل حاجة هتلاقوا انه المصريين مش عايزة اقول انه المصريين اعتادوا ولكن المصريين يعني حاولوا فك طول الوقت ان هما يحافظوا على بلاتهم ان هما يقدروا على التحدي وان هما يقدروا يحلوا اي حاجة خاصة لما تكون خاصة بشأن بلدنا واللي احنا فيه الايام دي هو يهم الشأن المصري ارجعوا اشتركوا في القناة